أستاذ عطف أبو بكر عادة نبدأ سلسلة المراجعات من الطفولة فالنشأة إلى آخره لكن قبل ذلك أريد أن أذكر وكي يعرف المشاهدون مبدئيا قبل أن ندخل في التفاصيل من هو عاطف أبو بكر باتريك سيل كان قد ألف كتابا أصبح أشهر من نار على علم عن حياة أبي نضال هو سماه باللغة الإنجليزية أبو نضال The world's most notorious terrorist يعني نقول أنه أشهر الإرهابيين إلى آخره صدر باللغة العربية بناء على ذلك عدة إصدارات منها كتاب رجعه وقدم له أحمد رائف ترجمة لكتاب باتريك سيل ولكن العنوان شوي مختلف أبو نضال بندقية للإيجار المناضلون في خدمة المساد وكتاب هنا من غير دار نشر ما فيش اسم دار نشر عليه معروفة اسمه أبو نضال الغاز والأسرار باتريك سيل أيضا يعني كلها كتاب باتريك سيل المهم أن باتريك سيل حسب ما أخبرتني اعتمد أساسا على رواياتك أو على مجموع رواياتك عن أبي نضال سواء فيما يتعلق بتجربتك الشخصية معه أو ما ألممت به بالمعلومات من خلال صيرة حياتك وعملك معه أو عملك مع الآخرين وهذا سنأتي إليه في مراجعات لاحقة إن شاء الله لكن دعنا نبدأ من البداية أنت من مواليد عام 1946 ولدت في بلدة يعبد اللي هي الآن جزء من محافظة جنين هل لك أن تحدثنا عن ظروف النشأة ماذا تذكر من طفولتك في تلك الفترة نعم ولدت في آذار 1946 في بلدة يعبد وكانت جزء من قضاء جنين والآن جزء من محافظة جنين حيث كانت جنين تتبع وطول كرم تتبعان نابلس كمحافظة الآن نابلس محافظة وجنين محافظة وطول كرم محافظة وطوباس التي كانت جزء من قضاء جنين الآن هي أيضا محافظة البلدة الأكبر بعدد السكان في محافظة جنين هي يعبد يعني بعد مدينة جنين ومخيم جنين بعدد السكان تأتي بلدة يعبد منا من يلفظها يعبد نحن نلفظها في البلدة أو في منطقة ومن من للفظها يعبد ويقال أن التسمية جاءت من خلال جبل بجانبها يسمى الجبل الأقرع أن به بعض كبار الصحابة قد دفنوا وأخذت هذه التسمية من العبادة أو من مدفن بعض الصحابة بها أو بعض الأولياء في التاريخ الفلسطيني هي بلدة اشتهرت من خلال اسم الشيخ الشهيد عز الدين الكسام حيث استشهد في غابات يعبد ولذلك تجد الهازيج الشعبية حتى الآن الشعر الكذا عندما يرد اسم الكسام تقترم باسمه بلدة يعبد أنا من القائلين مثلا فيما مضى أنا من زمرة الكسام في يعبد صمدنا رغم كلتنا وعند العصر خر القائد الكسام واستشهد وعندي منه تذكار عباءته وعندي منه مرتينة وندقية تنحنح ثم حملك في عجوز قد علها الشيب هاتيها لهم سعدا خذوا تذكارنا وامضوا باروتوا لقطة صداع جنابها لقطة صداع واستوحشت لحبابها هذا جزء من قصيدة لو لم أكن من تلك البلدة لكان من الصعب ربما أن تخرج مثل هذه المقاطع أذكر منذ الطفولة أننا جميعا كنا نفتح أعيننا على صورة الشيخ الشهيد معلقة في كل بيت ودمه ينزف صورة الدم عندما كان ينزف هذا مع العلم أن الشيخ عز الدين القسام ليس من يعبد أصلا إنما جاء من سوريا الشيخ عز الدين القسام من جبلة في سوريا وكان إماما لمسجد الاستقلال في حيفا ومن خلال الحركة العمالية في حيفا ابتدأ العمل التنظيمي ثم عندما بدأت العمليات المسلحة ضد البريطانيين والتواجد الاستيطاني الصهيوني ضاقت عليه وعلى الجهاديين كما كانوا يسمون في ذلك الوقت ضاقت عليهم المدن فانسحبوا باتجاه الأرياء في اتجاه المناطق الفلاحية فلذلك كان المركز الأساسي في غابات تلك المنطقة ولازلت أذكر أسماء من فقراء البلد الذين وهذا وارد في شعري من فقراء البلد الذين كانوا من ضمن مجموعات الشيخ عز الدين القسام يعني هذه من القصص التي كانت تروى لكم نعم القصص التي كانت تروى لنا نحن طبعا هذا حديث الآباء وحديث الأمهات كانت تروى في السهرات في المناسبات في الأعراس بعض المقاطع يعني الزجالين الشعبيين إلى آخر طبعا نحن يعبد بلدة زراعية الزراعة الأساسية بها الزيتون ووالدي من هؤلاء الملاك لحقول الزيتون وفي فترتنا في ذلك الوقت في الخمسينات والستينات كانت أيضا تشتهر بزراعة الدخان التبغ الآن بعد الاحتلال يعني كما علمت أن البلدة محاطة بمجموعة من ما يتسمى المشاحر يعني إنتاج الفحم من الأخشاب وهذه سببت يعني كثافات من الدخان وسببت نسبة عالية من الأمراض السرطانية في البلد تلويث الأجواء يعني تلويث الأجواء طبعا أنا هذه لمعاصرها أنت خرجت من يعبد وسنتكلم عن ذلك أنت خرجت عام ستة وستين يعني قبل الاحتلال بيعام تقريبا نعم أنا درست المدرسة الابتدائية في يعبد والمرحلة الإعدادية أيضا في نفس البلدة والصف الأول الثانوي يعني أي الصف الأول من المرحلة الثانوية درست في يعبد ولم يكن في ذلك الوقت في الستينات في بداية الستينات لم يكن في البلدة مدرسة ثانوية للبنين أو للبنات فكنا نكمل في مدينة الجنين فدرست الثاني ثانوي أو الثالث ثانوي أو كما كان يسمى في مراحل سبقتنا الخامس ثانوي والسادس ثانوي بمعنى آخر المرحلة التوجهية تعلم أنه في الماضي كان في مراحل سابق كان هناك ما يسمى بنظام المترك وهو ينتهي بالخامس ثانوي في مرحلتنا كان النظام السادس ثانوي وهو التوجيه الثانوية العامة فأكملت الفرع العلمي في الثانوية العامة في جني هذه الفترة كانت أجواء المد الناصري فترة دخولك المدرسة الإعدادية وهي الفترة التي حقت بها أو انتسبت إلى التيار القومي نعم يعني يعني احنا فتحت عيوننا على مسألتين أساسيتين أقول موليد ستة وارفعين النكبة سبعة وارفعين ثمانية وارفعين إذن منذ الطفولة يعني تجرعنا الكأس كأطفال نعم لم أكن لاجئا لم أهجر لكن وأنا طفل رأيت بأم عيني اللاجئين في مواخير الحيوانات في بلدتنا أو في الخيم أو كذا رأيت أولئك الناس وهم يأكلون الخبز مع الماء الساخن رأيت حالات لا تغيب عن الذاكرة حتى الآن من الفقر والبؤس والحرمان والمعاناة التي عاشها أولئك اللاجئون في تلك الفترة إذن المسألة الأولى كانت الضياع فلسطين تمان وارفعين تزامن معها ثوري 23 يوليو في مصر عام 1952 إذن يعني كان عمري ستة سنوات والجو العام في فلسطين كان مرتبطا بالتيار الناصري من خلال المراهنة على أن التغيير الذي جرى في مصر قد يكون المفتاح بمعنى لتحرير في فلسطين ومن خلال الشعارات التي كانت تطرح من قبل الرئيس الراهل جمال عبد الناصر الوحدي والحرية والاشتراكية ولذلك كان المفهوم السائد أن الوحدي طريقه العودي الوحدي طريق العودي وأقول ذلك لأنه فيما بعد جاءت بدايات العمل الفلسطيني لتقول العكس العودة طريق الوحدة يعني هذه في محل الله نتحدث عنها إذن نشأت في أسرة الجو العام ناصري في الأسرة وفي البلدة وفي فلسطين عموما يعني عندما كان راحل جمال عبد الناصر يخطب كان هناك منع تجول غير إجباري فيه من المحيط إلى الخليج وخاصة في فلسطين الكل يلتأم حول المذيعة المذيعة غير موجود فكان في تلك المرحلة كان منع التجول غير الإجباري يجري في حالتين عند خطاب عبد الناصر أو عند الخميس الأخير من كل أسبوع لأم كلثوم يا عبد الناصر يأم كلثوم نعم نعم يعني وكان أنا يعني من نحن أسرة من ستة أفراد أنا خامش الذكور أصغرهم وبعد تأتي الأخت الوحيدة فتحت يعني وجدت في جو الأسرة أن الوالد الوالد في الخمسينات وكان بعض الأحيان رئيسا للبلدية وكان يعني من زعماء العائلة وهي عائلة كبيرة في المنطقة أنه ينتمي إلى التيار الوطني التقليدي ما كان يسمى بالحزب الوطني الاشتراكي اللي هو حزب سليمان النابلسي وأفراد الأسرة جزء من الإخوة كانوا ينتمون للحزب الشيوعي طبعا حزب الشيوعي الأردني كانت التسميم وجزء ينتمي لحزب البعث لكن بالمجموع الكل يذهبون مع التيار الناصري إذن كانت التشكل الأولي لأفكاري هو مزيج هي يعني مزيج من الأفكار اليساري في ثوبها القومي الناصري وجوهر يعني تلك يعني زبدة ذلك أنني أرى المسألة القومية من خلال القضية الفلسطينية بيتنا يقع على تلة عن البلكونة تواجه أو الشبابيك الخلفية النوافل الخلفية تواجه مباشرة البحر يعني نرى المراكب في البحر نحن نبتعد 17 كيلو متر لكن الرؤية الأفكية ترى البحر في الليل وأنت تجلس على البلكونة أو تفتح الشبابيك الغربية لنا كل تشم عبير البرتقال والليمون وكنا نرى في الليل كتل من الأضواء ما كنا نسميها الكبانيات يعني المستوطنات أو المستعمرات الصهيونية فهذا المنظر يومي كان يعني رائحة البرتقال عبير البرتقال رؤية البحر رؤية المراكب في البحر رؤية الأضواء في الليل البلدة يعني سكانها الأصلي يعني سكانها الأصليون يتقاسمون العيش مع كثير من المهجرين أو المهاجرين أو اللاجئين كما كانت التسمية في ذلك الواقع في المدرسة الصفوف يعني كان عندنا بالإضافة إلى مدرستنا الحكومية كان هناك مدرسة لوكالة الغوث بها أبناء اللاجئين عندما ينهون السادس الإبتدائي يأتون إلى المدرسة الحكومية كان أصدقائي منذ الطفولة من هؤلاء نعم كان والدي موسر الحال لكن كنت أرى أن إنحيازي لهؤلاء وبالتالي أصدقاء العمر كانوا من هؤلاء أول يعني كنا جزء من التيار الناصر العريض لكن أول انتماء لنكل حزبي أو منظم كان لي في بداية الستينات في الأيام الأولى من الستينات حيث جاء إلى مدينة جنين من عمان الشهيد المعروف مصطفى علي الزبري أبو علي مصطفى كان يعمل في معامل للورق في عمان وانتمى في ذا مبكرا إلى حركة القوميين العرب ثم في مرحلة في بداية الستينات جاء إلى مدينة جنين هو من بلدة عرابة طبعا يعني هو عرابة ويعبد يعني بينهما سهل هو سهل يعبد عرابة يعني بيننا سبعة إلى تمانية كيلومترات فقط فجاء إلى بلدته ثم افتتح في مدينة جنين مطعما مطعم فول حمص وفلافل وكذا كغطاء لنشاطه السياسي لنشاطه السياسي وافتتحوا متعمدا المدرسة الثانوية تقع في أطراف مدينة جنين افتتحوا على طريق المدرسة الثانوية يعني الطريق حتى الطلاب والمدرسون حينما يمضون يقفون به يعني كثير من الطلاب كثير من المدرسين مطعم بسيط رخيص الثمن كذا يترددون ثم يجري الاستقطاب كذا وأذكر خلف ذلك في ذلك المطعم كان هناك ستارة خلفها كنا نعقد الاجتماعات الحزبية خلف الستارة يعني كانت الإمكانيات صفر يعني الإمكانيات المادية والإمكانيات ونشاط ممنوع كمان نشاط طبعا محذور وهذه حركة القومين العرب اللي هي جورج حباش كان على رأسها نعم هي حركة تشكلت في بداية الخمسينات بعد النكبة في الجامعة الأمريكية من طلاب يدرسون في الجامعة الأمريكية من بينهم المرحوم جورج حباش ومرحوم ودي حداد ودكتور أحمد الخطيب في الكويت والسوري هاني الهندي نازل حيا طبعا يعني عنده دار نشر ومرحوم باسل الكوبيسي ومحزن إبراهيم في لبنان ومحمد كشلي في لبنان وفيما بعد طبعا ونايف حواتما طبعا لم يكن في الجامعة الأمريكية لكنه يعني هذه الطلاعع الأولى لحركة القوميين أبو علي مصطفى لما أسس المطعم وبدأ يقدم فيه هاي الوجبات لمن يمر به من طلبة ومدرسين كان هو يقوم على خدمتهم بنفسه إيش كان دوره في ولا كان هم يعني مثلا أسس المطعم وهناك من يشتغل فيه لا كان هو كان هو الذي يعني لوحده في المطعم ما عنده خبرة يعني دق الحمص والفول وكذا ما عنده خبرة أذكر بيننا يعني أحد أعضاء التنظيم الذين نظمناهم في عبد وهو الآن عبو لجنة مركزية في الجبهة الديمقراطية اسمه سالم علي خلي اسمه طارق أبو زياد في الجبهة الديمقراطية عبو القيادي في الجبهة الديمقراطية هو من بلدتنا من يافا من لاجئي 48 والده كان يمتلك المطعم الوحيد للفول والحمص والفافل في الجبهة وأبناء ماهرين أيضا يساعد الأب وماهرين في هذه الصنعة فكان هذا الشاب يساعد أبو علي مصطفى ويعلمه يعني لنكون يعلم أبو علي مصطفى يعني الزبون يقبل من أبو علي مصطفى ما كان يستطيعه بمعنى يعني أذكر ذلك المسؤول البسيط المتواضع الذي يقدم للزبائن الذي يعيش بكروش محدودة كروش محدودة لذلك لا أستغرب يعني كوني أعرفه من الصغار أنا يعني كنت صغيرة وكان طبعا في العمر أكبر منه وبدأنا العمل معه أذكر أنا وسيد صالح رأفات الآن صالح رأفات هو الأمين العام لفدة الفلسطينيين اتحاد الديمقراطي الفلسطيني وهو عضو لجينة تنفيذية في منظمة التحرير وكان من معنى تيسير الزبري شقيق أبو علي مصطفى كان طالبا وفيما بعد أصبح يعني أمين عام لحزب يساري في الأردن يعني ذو صلة بالجبهة الديمقراطية والآن هو في الداخل عضو مكتب سياسي بالجبهة الديمقراطية وكان عصام عبداللطيف أيضا فيما بعد أصبح عضو في المكتب السياسي للديمقراطية يعني كثيرين من الشباب الذين أصبحوا فيما بعد احتلوا فيما بعد مواقع كيادية في تنظيمات مختلفة وكان معنا شخص يعمل في البنك رياض مبدة اسمه وبدأنا العمل لحركة القومين العرب يعني على رأسنا أبو علي الشهيد أبو علي مصطفى ونحن طالبين أو ثلاثة ثم توسعت الخلايا في مدينة في يعبد في جنين في عرابة ثم بدأ بتشكيل خلايا أولية على صعيد آخر لما سمي فيما بعد أبطال العودي وشباب الثار عمل عسكري يعني نعم هي تمهيد لعمل عسكري لاحق تمهيد لعمل هذه من خلايا مختلفة يعني خلايا صغيرة تهيئة لشيء لاحق وكانت التسميات شباب الثار وأبطال العودة وهي التي شكلت النوا فيما بعد بعد حزيران للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طبعا قطع الطريق على هذه المسائل لأنه 65-66 جرت اعتقالات في الأردن واعتقلت كل قيادة كان أبو علي مصطفى عضو في لجنة إقليم الأردن واعتقلت كل أعضا إقليم الأردن في حركة القوميين للأردن وهذا الذي حدى بك إلى أن تخرج من الضفة الغربية وتذهب إلى مصر سنكمل الحكاية ولكن بعد فاصل قصير إن شاء الله اشتركوا في القناة أعطف أبو بكر حصلت الاعتقالات في صفوف نشطاء هذا التيار القومي وأنت بسبب ذلك طررت أو فكرت بالخروج والتوجه إلى مصر نعم عندما اعتكلت قيادة الإقليم في حركة القوميين للأردن جرى انهيار تنظيمي شامل في الأطر التنظيمية فبلغت أنا كنت عضو في رابط الجنين يعني كيادة منطقة الجنين التي كان يكودها الشهيد أبو علي مصطفى فعينت فيما يسمى بشعبة نابلس التي هي يعني كيادة المحافظة لكن لفترة قصيرة حيث أرسل إلي أنني قد ورد اسمي من خلال الاعتقالات والاعترافات قد ورد في البداية أنني نصير وأوزع نشرة الوحدة التي كانت تسمى وبيانات يعني مشاط مصير ولكن في مرحلة لاحقة اعترف أنني عضو في رابطة ثم عضو في شعبة بمعنى آخر يعني هذه تأتي مرتبة ثانية بعد لجنة الإقليم والرابطة مرتبة ثالثة وبالتالي أصبح احتمال الاعتقال من قبل المخابرات وارد لأن ذلك الشاب الصغير السن كان عمري 19 إلى 20 سنة لم يكن مجرد نصير بل كان ناشطا ويحتل موقع تنظيمي ولنكن وسيط فوقيل لي في الرسالة التي أتت اختر بين أن تعتقل وصحتك على قدر حالتك وضع الصحي صعب يعني في العيون وفي منذ الصغر أو أن تختار طريق آخر يعني كانت هذه الضربة التي تلقاها التنظيم ضربة شبه قاسم قاسم إنهيار شامل حصل في صفوف التنظيم وهذا التنظيم هل كان له علاقة تنظيمية بمصر ولا هو بس مجرد تعاطف مع الناصرية لا يا حركة القوميين الأرض حركة قومية على غرار حزب البعث هي حركة قومية ناصرية كانت صاحبة صلة لصيقة بعبد الناصر يعني كانت في تأييد كل لعبد الناصر من هنا كانت تأتي مخاوف النظام في الأردن نعم وعندما اختلف وقع الخلاف بين عبد الناصر وحزب البعث حركة القوميين العرب أخذت حضوي أكثر لأنها أصبح تشكل البديل أيها لحزب البعث لحزب البعث في نظر التيار الناصر خاصة بعد انهيار الوحدة ما بين مصر وصوريا مزدد فأصبح يعني ينظر لجورج حبش أنه الموازي والبديل لمشيل عفلاق وأن حركة القوميين العرب ومثلا من خلال الدعم الناصري الثورة في اليمن الجنوبي كانت تقودها فرع حركة القوميين العرب في اليمن الجنوبي شهيد عبد الفتاح إسماعيل أو سالم ربيع علي أو علي ناصر محمد هاي كله من أعضاء حركة القوميين العرب أساساً وكان طبعاً في كل يعني البعثيون يسمون القيادة القطرية في كل بلد القوميين العرب كانوا يسمون لجنة الإقليم لكن في النهاية هناك قيادة مركزية لحركة القوميين العرب على مستوى العالم العربي على مستوى العالم العربي خاصة في بلاد الشام في العراق في الكويت في ساحة اليمن لا أستطيع القول أنها وصلت إلى الجزائر والمغرب العربي لا أستطيع القول لا هي ولا حزب البعث لكنها كانت متطابقة مع السياسات المعصرية إذن أنت خرجت من يعبد وتوجهت أو يعبد كما لفظتها وخرجت باتجاه القاهرة والحجة هي أنك تريد الدراسة يعني هو من خلال يعني أنا قلت أتتني رسالة إما أن تهرب وأصبح اعتقالك واردا وإما أن تزجن عند خالك في ذلك الوقت كان مدير المخابرات في الأردن السيد محمد رسول الكيلاني وهو الذي أشرف على الاعتقالات والتحقيق وإلى آخره يعني هو الذي يوجه الضربة لحركة القومية للعربي وأنا والدتي من تلك العائلة يعني والدتي تنتمي لعائلة زيد الكيلاني ومن هنا جاء الوصف بينه خالك ومن هنا جاءت النكتة أنه يعني إما أن تهرب وإما أن تلقى يعني مصير ما عنده ولم يعني يعني بدل ما حتروح بيت خالتك حتروح بيت خالك بيت خالك يعني رحمه الله الآن هو في دار الحق لكنه لم يكن يعني رحيما بال يعني كوى المعارضة وكان مخلصا في أعمله نعم يعني لنقول ذلك فطبعا يعني اخترت بدل بيت خالتي أو بيت خالي اخترت الهروب كنت الذي ساعدني صغير السن يعني كنت أحمل كنت فيما مضى سنة عام واحد وستين قد ذهبت إلى القاهرة لعلاج العيون وأذكر وقع الانفصال وأنا موجود في القاهرة انفصال بين مصر و سوريا نعم يعني في ذلك الوقت عن عمري خمستاشر عام وعندما ذهبت طبعا بجواز سفر أردني ثم هذا الجواز جدد يعني صورتي على صورتي في جواز السفر وأنا عمري 13 أو 14 عام ذهبت إلى يعني الصورة صغير الجواز السفر يعني لشاب صغير يعني شبل زائد قليلا لا يمكن أن يشك فيه ذهبت إلى مطار الكدس في كولنديا وتأخرت في الدخول حتى اللحظات الأخيرة بعرك باللحظات الأخيرة لدخول الركاب يعني يحصل للموظفي الجوازات والآن نوع من الارتباك يعني بيحصل استعجال للمسافرين استعجال يعني فانتظرت حتى اللحظات الأخيرة ثم دخلت دخلت دهول طبيعي إلى الترانزيد ولم أكن يعني عمري وكذا يلفت النظر أعتقد أنه لم ينظر إلى الفيشات وإلى الفايلات يعني حتى يرى اسمي مطلوبا أم لا ثم دخلت الطائرة هذيك الأيام هذيك الأيام ما كانش فيه كمبيوتر نعم وكانش فيه تجميع معلومات على مستوى دولي نعم 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 فاخترت طائرة مصرية ثم وأذكر كنت ألبس قميص ومنطلون وجواز السفر معي ولا يوجد معي أي شيء أي أغراض ودخلت إلى الطائرة ثم عند وصول القاهرة كان لي في القاهرة شقيقين آه إندي رحت عند إخوانك نعم يعني اخترت القاهرة لأنه إلي شقيقين في القاهرة وصلت مطال القاهرة وأنا لأن في الماضي كنت قد ذهبت يعني للعلاج أعرف السكن وأعرف كيف أتصرط بعد الخروج من المطار هم ما كان عندهم علم النقادم لا أحد عنده علم لا أحد سوى والدي وإخوتي في يعبد في الليل جلسنا وقيل لوالدي أنه يخرج على عجل لبعثة دراسية في الجزائر وهذه البعثة مرتبة من يعني اتجاهات سياسية فما بدنا حد يعرف و يعني بدنا نزوده يعني أخي الأكبر كان يتحدث بدنا نزوده بكمية كافية من الفلوس والدي كان رحمه الله ذكيا ولماحا فنظر ونظر وقال يعني الحقيقة ليست هكذا فقيل ليش فقال عاطف أنت تدخن وأنا أعرف لم تدخن أمامي في حياتك سوى الآن أنت يعني يعني أنت الآن تحمل السيجارة وتدخن لأنك مرتبك وفعلا يعني أنا وجيت أنني أدخن بحضرة والد وهذا مش ممكن في العرافنا يعني فقالت أريد أن تهرب وأنا بعرف أنه أنه أنت يعني في العمل الحزبي والسياسي ولكذا أنت زي أبو زيد صيب طبعا كان والدي يكتشف أنه في الكنبات في الكنبات في الغرفة للاستقبال أنني أخب النشرات الحزبية في ظهر الكنبات فكان كاشفك هو كان كاشفني فقال إذا الأمر مكشوف خذ ما تريد واذهب أينما تريد لكن إلي مطلب واحد ما تجعلني يعني ما توضعني في موقف إني أترجع أحد من أجلك يعني بمعنى آخر ما تبهدلني في هذا العمر ما تخليني أترجع المخافرات يعني وعمل ما تريد ثم زودني يعني بما يلزم من المال وذهبت في صباح اليوم التالي يعني إلى القاهرة ووصلت إخوتي يعني البناية لم أجدهما فجلست مع البواب حتى عادة يعني ثم ملأة واتهربت هنا يعني اكتشفت أن إخوتي هناك كان ينتميان لبدايات حركة فتح أيوة نعم واكتشفت نحن الآن نتكلم عن عام 66 نعم نعم واكتشفت أن مسؤول التنظيم في مصر للحركة لحركة فتح هو أخي أحد إخواني اسمه عبداللطيف الآن صيدلاني في مدينة الجنين وا اعتقل عام 67 في مصر كان في ذلك في ذلك الوقت كان فيه هناك علاقات يعني غير حسنة بين مصر وبين حركة فتح وهذا أخي كان في الماضي شوي وعندما اعتقل لم يكن حتى ذلك الحين له علاقة بالصوم أو الصلاة لكن قلت كانت العلاقة سيئة بين الناصريين والتيار الناصري وبين حركة فتح كانت حركة فتح تتهم بإخوان مسلمين وحلي في سنته وكذا يعني اتهامات كثيرة فهذا الشيوع السابق الفتحوي الحالي حقق معاه على أنه إخوان مسلمين في السجن هو لا بيصلي ولا بيصوم هو لا بيصلي ولا بيصوم طبعا معلوماتي الآن أنه بيصلي سبحان الله الله يعدي معلوماتي الآن أنه يعني ذو ميول إسلامية وكذا الآن معلوماتي يعني أنا لم أره منذ يعني عام سبعين وهل كان هو السبيل إلى ارتباطك بحركة فتح أقول في عاملين يعني إلى أنك ارتبطت بحركة فتح في القاهرة نعم عندما وصلت القاهرة أذكر أنني أن اتحاد العام لطلبة فلسطين الهيئة التنفيذية كان على رأسها سيد تيسير كبعة وكان من ضمن قيادات الحركة في ذلك الوقت حركة القوميين العرب السيد ياسر عبدربو وآخرين أذكر أنهم أخرجوا لي بعثة إلى الجزائر يعني ياسر عبدربو بداياته كانت قومي عربي نعم ياسر عبدربو كان قومي عربي مع جارج حبش نعم نعم كان قوم حركة القوميين العرب وثم في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثم عام تسعة وستين جرى انكسام في الجبهة الشعبية بين الشعبية والديمقراطية فكان هو مع الديمقراطية مع الديمقراطية وأصبح نائب الأمين العام نائب سيد حواتم ثم يعني في مرحلة لاحقة في تونس جرى انكسام بين داخل صفوف الجبهة الديمقراطية ف ياسر عبدربو يعني خرج على رأس مجموعة من نصف اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وشكلوا فدى وأصبح أمينها العام إلى أن يعني جرى خلافات داخلها فخرج أو أخرج يعني منها وأصبح صالح رافة والأمين العام هذه زي الأميبة بظل تنقسم نعم بالمهم نرجع لقستك أنت في القاهرة تعرفت على تيسير قبعة نعم على يعني تيسير قبعة ياسر عبدربو على يعني فتح الأسدي على يعني كيادات حركة القومية العرب فقر رسالي إلى الجزائر حيث كان صالح رافت قد أرسل قبل عام قبل ذلك بعام إلى الجزائر وكانت الجزائر في فترة أحمد بن بله تقدم يعني منفتحة باتجاه حركة القومية العرب في الفترة لاحقة فترة بوميديان مع الأمر يعني انقلب انعكس ولذلك صالح رافت اعتكل فترة في الجزائر بعد سكوط نظام رئيس أحمد بن بله فلم أذهب يعني إلى الجزائر وما قربني من فتح أمرين الأمر الأول أنني في داخلي رفضت في داخلي كبول الانكسار يعني هذا التنظيم الذي انهار هذا الاعترافات هذا التشتت هذا كذا ولد في داخلي نوع من التحدي أنه رفض الاستسلام لهذا الانهيار والكبول بنتائجه لذلك بدل خطوة يعني إلى الخلف علي أن أخطو خطوة إلى الأمام الخطوة إلى الأمام هو أن هناك عمل فلسطيني مسلح قد بدأ طبعا كان بالنسبة إلنا يعني فروسي وحلم ومثالية وملائكة وإلى آخره ما قرب ما قرب وسهل أنني عيش في بيت مكوم من غرفتين وصالة أن أخي في هذه الغرفة مسؤول تنظيمي وأخي الآخر كادر في هذه الحركة الأخي الآخر يعني عاد للأردن عام 66 كطبيب أسنان في جنين وأصبحت عيادته عبارة عن يعني مخزن سلاح ضخم لحركة فد ثم اعتكل من المخابرات الأردنية نتيجة تجهيز لدوريات مسلحة لأراضي 48 يعني لم تكن الضفة الغربية محتلة وبقي في سجن الأردن عند خالي حتى خمسة حزيران أخرج يوم خمسة حزيران يوم ستة حزيران اعتكل في من الاحتلال يعني أفرج عنه الأردنيون فاعتقله الإسرائيليون فقيل له فقيل له الملف موجود لكن نريد أن نحقق معك أنت كنت شيوعيا هل كنت ماويا أم كنت سوفيتي الهوى بمعنى الماوي ممكن أن يؤمن بالعمل المسلح السوفيتي الهوى ممكن أن يؤمن بالتسويه السياسي وقرار التقسيم وإلى آخره فقال أنا يعني كنت شيوعي موسكوي يعني ويعرف اللعبة وكان في سجن جنين لوحده ثم في التحقيق والتعذيب أتوا بسطل من دهان الأبواب وداروا على رأسه هدولا الإسرائيليين الإسرائيليين وفي النهاية خرج من السجن فأطلق عليه في أحد المرات وهو ذاهب بسيارته إلى ياته أطلق عليه الرصاص فاضطر أن يخرج إلى الأردن الآن أنا استمعت في تلفزيون فلسطين وفي مجموعة من القدامة أعضاء الحركة يتحدثوا عن البدايات ما سمي بالخلية الأولى لحركة فتح في تلك المنطقة في نوع من الخلط في نوع من الخطاء الخلية الأولى كانت تلك الخلية المشكلة من عام يوم يتحدثوا عن الخلية الأولى عام سبعة وستين لكن الخلية الأولى كانت عام ستة وستين في تلك المنطقة وكانت مشكلة من الدكتور عدنان أبو بكر لهو أخي صدقي أبو بكر لهو قريبة سليم أبو زيد من قباطية يعني مناضل قديم وشخص من مخيم جنين لا أذكر اسمه ورجل مناضل قديم يعني شهير في زياراته للسجن في الأردن نصر حرزالله الذي اعتقل من الاحتلال فيما بعد ثم يعني سنوات طويل رحمه الله الآن يعني توفي هذه الخلية الأولى التي كانت ثم ما يحكي عنه كخلية أولى يعني في الإعلام هو حقيقة هو الخلية الثانية أو الثالحية طب الان أنا أفهم من كلامك أنك بعد أن ذهبت إلى مصر و تبطى بأخوايك لم تطل إقامتهما من بعد يعني يمكن شهوره رجعوا نعم كانوا بينه دراستهم يبدو أحد الأخين الدكتور عدنان أنهى دراسته عام ستة وستين وعاد إلى الضفة الغربية يعني لم تكن محتلة كطبيب أسنان إلى آخرية ثم ما قلت يعني اتحدثت عنه الأخ الأخر كان لم يكمل بعد بقي في مصر اعتقل في مصر في يعني فترة لاحقة بعد حزيران سبق ذكر ذلك ثم عام سمانة وستين يعني تسعة وستين ترك يعني الانتماء ترك انتماء ترك حركة فتح نهاية ترك حركة فتح وعام وفيما بعد يعني بعد عام سبعين دخل للأرض المحتلة اعتقل يعني عدة مرات ثم هو للآن يعني ليس منتميا يعني لكن أنت في تلك الفترة دخلت على الخط نعم في تلك الفترة منتظما في حركة فتح يعني وجود أخوين شقيقين منتميين لحركة فتح سهل يعني سرع سرع العلاقة كان في ذلك الحين جاء إلى يعني كان مقيما في مصر الشهيد هايل عبد الحميد أبو الهول فأقول أنني انتميت إلى حركة فتح الجو العام إلي شقيقين لكن الانتماء المباشر للالتزام التنظيمي من خلال الشهيد أبو الهول وضعت أنا وشخص آخر كان بعثيا مشهورا في الماضي اسمه عبد الرحمن غنيم كاتب وكان يدرس في كلية الاقتصاد السياس في مصر الآن في سوريا كاتب وشاعر وكان يعني بعثيا عريقا وأنا صاحب تجربة توضعنا في مجموعة خلية واحدة معا بقيادة الشهيد أبو الهول لأننا يعني أصحاب انتماء أصحاب تجربة سابقة أصحاب أنت جاي من التيار القومي هو جاي من حزب البعث ووضعوكم مع بعض بمعنى آخر أنه هذه الخلية خاصة أنه فيها ناس أصحاب سوابق يعني لأكل ليس هكذا يعني فيها ناس أصحاب تجربة رغم يعني ناس أصحاب تجربة وبالتالي يعني لم يأتوا يعني من عرض الشارع هكذا يعني بسمح لنا نتوقف هنا نستأنف الحديث عن هذه المسيرة في المراجعة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر